هذه أبرز العناوين عبوب لو سألت أي مغربي قبل القرع عن أي منتخب تريد ملاقاته في الدور الفاصل سيقول لك الكونغو لا يصدق مدرب الكونغو الديمقراطي يخرج بتصريح ساخر جدا على المنتخب المغربي الكونغو يبدأ استعداداته مبكرة للأصود ويخد معسكرا بالبحرين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عبوب لو سألت أي مغربي قبل القرع عن أي منتخب تريد ملاقاته في الدور الفاصل سيقول لك الكونغو عبر الإطار الوطني زكري عبوب عن تفاؤله بإمكانية تجاوز المنتخب الوطني لنظره الكونغو الديمقراطية في الدور الفاصل من التصفيات والتأخل إلى نهائية كأس العالم قطر 2022 ووضح عبوب في تصريح لموقع العربي الجديد قائلا شخصيا أنا متفائل بإمكانية تأهل المنتخب المغربي إلى نهائية كأس العالم وقبل إيجاء القرع إن سألت أي مغربي عن أي منتخب تريد ملاقاته سيقول لك منتخب الكونغو الديمقراطية وأضاف أرغم التفاؤل إلا أن منتخب الكونغو الديمقراطية ليس سهلا وسيسعى جاهدا من أجل التأهل لكأس العالم في قطر ومثله مثل جميع المنتخبات شاهدت تنظيم الرائع الذي عرفته كأس العرب لذلك سيأمل بدوره التواجد في ملاعب أكثر من رائع وختم عبوب حديثة المنتخب المغربي الذي يشارك حاليا في نهائية كأس إفريقيا بالكاميرون تركيزه كله على مباراة ملاوي ولن يشغل باله أبدا بمباراة الدور الفاصل التي يجب نسيانها في الوقت الحالي والبحث عن تحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية في الكان لا يصدق مدرب الكونغو الديمقراطية يخرج بتصريح صاخر جدا على المنتخب المغربي تحاطى مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية هكتور كوبر بشكل صاخر مع وقوعه في مواجهة المنتخب الوطني المغربي ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى نهائية كأس العالم 2022 بقطار ملمحا إلى قوة أسود الأطلس وصعوبة المهمة في شهر مارس القادم وقال المدير الفني الأرجنتيني في تدخل له عبر قناة مبسي مصر ضمن تصريح تدولة وسائل الإعلام المصرية ذهبت إلى الحمام أربع مرات بمجرد علمي بوقوعي في مواجهة المنتخب المغربي وأصفرت عملية القرعة التي جرت أمس السبت بمدينة دول الكاميرونية أصفرت عن نزال بين المنتخبين الكونغولي والمغربية وستقام مقابلة الذهاب في الكونغو الديمقراطي على أن يجرى لقاء الأياب في المغرب وتواجد الكونغوليون في المستوى الثاني بمعية الكاميرون ومصر ومالي وغانا قبل صحب القرعة في حين حضر الأصد في المستوى الأول الذي ضم السنينغال وتونس ثم نيجيريا والجزائر يشار إلى أن المنتخب الكونغولي لم ينجح في التأهل إلى نهائية كأس الأمم إفراقية الكاميرون 2021 بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات ضمن المجموعة التي انطوت على غامبيا والغابون ثم أنجولا أنتوان الجزائر جاءت للكاميرون من أجل البكاء ولم يعجبها أي شيء هنا تحدث الحارس الأستوري لكرة القدم الكاميرونية أنتوان بيل عن إقصاء المنتخب الجزائري المبكر من نهائية كأس الأمم الإفراقية المقامة على أرض الكاميرون حيث وجه الحارس السابق لأولمبيك مارسيليا كلمات قوية إلى المنتخب الجزائري مشيرا أن الجزائر أقصيت من الكان لأنها جاءت للكاميرون من أجل الإقصاء فتركيزهم كله كان منصبا على البكاء وتقديم الشكايات وأبرز أنتوان بيل في تصريحاته أن المنتخب الجزائري منذ مجيئه للكاميرون وهو يشكي فقد ركزت الجزائر على كل شيء إلا على مباريتهم طارت يتحججون بدرجة الحرارة وطارت بالرياح ثم السحر ناهيك عن الملعب مردفا حديثه أن المنتخب الجزائري لا يمكنه تغيير الإجراءات التنظيمية بالكاميرون لكن كان بإمكانه تغيير أسلوبه السيء في المباراة والذي تسبب له في الهزيمة أمام غيني الإسهوائي والسحل العج منتخب الكونغو الديمقراطي يبدأ استعداداته مبكرا لأصود ويخوض معسكرا بالبحرين اختار منتخب الكونغو الديمقراطي دولة البحرين لغوض تجمع الإعداد المغلق استعداد لمواجهات المنتخب الوطن المغربية في الدور الفاصل المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 وذلك حسب ما أوردت وسائل إعلام كونغوليا ويدخل الكونغو الديمقراطي في تجمع إعداد المغلق بالبحرين ابتداء من يوم الأحد 23 يناير 2022 وسيستمر لمدة عشرة أيام بناء على قرار جهاز الفني بقيادة الإطار الأرجنتيني هيكتور كوبار ووقعت قرعة الدور الفاصل المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 المنتخب الوطني المغربي وجه لوجه أمام الكونغو الديمقراطية في مباراة المفصلية ستجرى وفق نظام الدهب والإياب خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل إذ من المرتقب أن تلعب مباراة الدهب بملعب منافس الأصود على أن تقام مواجهات الحسم بالمغرب تعرابت يقترب من العودة إلى إنجلاتيرا ومجاورة دوليين مغربيين بارز بات الدولي المغربي عادي تعرابت مرشحا لمغادرة فريقه بنفيك البرتغالي لكورت القدامة خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك من أجل خوض تجربة جديدة وكشفت تقارير صعفية أن النجمة المغربية يوجد ضمن اهتمامة فريقه السابق كونس بارك رينجرز الذي راب في ضمه خلال فترة القادمة علما أن الدولي المغربي إلي الشعر يلعب في صفوف النادي الإنجليزية وأوضحت تقارير إعلامية أخرى أن تعرابت الذي يربط عقد بفريقه الحالية يمتد إلى غاية 2023 يقترب من مغادرة الدورة البرتغالي في الملكات الجارية وأضاف نفس المصدر أن اللاعب المغربي يرغب في تغيير الأجواء من أجل لعب أكبر قدر ممكن من المباريات في حين كشفت صحيفة أبولا البرتغالي أن فريق بنفيكا وضع النجم المغربي على قائمة اللاعبين الذين يرغبوا في تسريحهم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية الفيفا يحرم بنشيخة من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد وجدت الإدارة التقنية لفريق الدفاع الحسنية الجديدية نفسها مضطرة للقبول بأمر الواقع وعدم الاستفادة من مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لعبين جدد وذلك تحضيرا لاستئناف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم المتوقفة بفعل مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون وسيكون عبدالحق بنشيخة مدرب الفريق الجديدية مضطرة للاعتماد على خدمات اللاعبين الحالين خلال الشطر الثاني من الدورة الاحترافية الاعتبار أن الفريق الجديد ممنوع من دخول المركات الشتوية الجارية والسعاد الفريق الدكالي خدمات مدربه الجزائري بنشيخة في بداية هذا الأسبوع بعدما ظل عالقا في فرنسا لترى تعليق الرحلة الجوية وكان عبدالحق بنشيخة قد غادر المغرب لزيارة عائلته بكل من الجزائر وفرنسا قبل أن يصدر قرار المملكة المغربية بإغلاق المجال الجوية وتعليق كل الرحلات ما أخر عودته إلى المغرب وغاب مدرب فريس دكالي عن المبارية الأخيرة من مرحلة الدهاب من البطولة الوطنية الاحترافية تجدر الإشارة إلى أن الدفاع الحسن الجديد أنهى مرحلة الدهاب في المركز الخامس برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات وأربعة هزائم ترجمة نانسي قنقر